السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسباب الصداع خلف الرأس بداية كما نعلم بأن الصداع له أسباب عديدة ومنها عدم أخذ قسط كافي من الراحة مع الإجهاد والتوتر الشديدين وإضا القلق أو بعض الأصوات العالية التي من الممكن أن تشتت تركيزك وإضا الإكثار من التدخين وشرب كمية كثيرة من الكافاين وإضا الإجهاد العاطفية والقلق كما ذكرنا لأنه يعتبر من أكثر الأمور المسببة لهذا الأمر وإضا التعرض للإكتئاب من الممكن أن يكون سببا في هذا الأمر وإضا الجلوس بطريقة خطأ لفترات طويلة مما تؤدي إلى أوجاع في تلك المنطقة وإضا آلام الفك والأسنان من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي وفعال على المنطقة المتواجدة خلف الرأس وإضا التهاب الجيوب الأنفية وإرهاق العيون الذي قد ينتج من النظر إلى شاشة الحاسوبة لفترة طويلة جدا أتمنى لكم دوام الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر